هو جسور بس هي بتعود لتنين يوليا تحديداً 2019 وأعلننا ندي أول مرحلة اللي هي الشحن البحري من مصر إلى مومبسة وهي ابتدت بمومبسة بس انتهت بسبع دول تقريباً وقدرنا فعلاً أن احنا نحجز مساحة على الخطوط الملاحية بأسعار جاذبة للمصدرين بتوعنا كمنا المشروع والنهاردة بنتلق المرحلة التانية اللي هي الكتالوج الإلكتروني اللي هو اللي هنبيع به البضاعة المصرية بنتبتدي بست مراكز منهم أربعة في أفريقيا وفرنسا ودبي والصين بنتكلم على أن احنا نبتدي بإذن الله نشغل الفروع بتاعتنا دي في واحد تسعة فتمهيداً للتشغيل بتاعنا بندعو الشركات الورش الصغيرة والشركات متنهية الصغر قبل المصانع الكبيرة والشركات الجبيرة أنها هتسجل تسجيل مجاني على المنصة بتاعتنا www.jusour.com.eg لتسجيل الأول الشركة ثم تسجيل المنتجات بتاعت الشركة بحيث نبقى بإذن الله يبقى عندنا المنصة اللي هنشتغل بيها في الفروع أنا أتكلم على ست فروع في السبتمبر وبإذن الله كامل الـ 14 فرع زائد 2 فرع في أفريقيا في شرق أفريقيا يكونوا على الربع الأول من 2022 يكونوا جاهزين للعمل بانطلاقة يعني طبعا زي ما أنا قلت كده أنا بهاني معالي وزير قطاع الأعمال على هذه المبادرة الصناعة في مصر محتاجة لهذا النوع من التسويق والترويق اللي أنا لمسه لأنا أشايفه أننا لدينا بشكل حقيقي منتجات تستحق وجديرة بأنها تتصدر للخارج الدول الأفريقية بالكامل في حاجة إلى المنتج المصري ومش في حاجة بس لديها رغبة في المنتج المصري بقديلا عن أي منتج آخر من أي دولة أخرى فهي فرصة كبيرة جدا بالنسبة لنا الدولة مهتمية جدا بالتصدير مهتمية جدا بأفريقيا وإذا دور المبادرة لوزارة قطاع الأعمال بيساهم في هذا الأمر بشكل كبير الهالة العربية التصنيع إن شاء الله ستكون أو هي من أوائل الناس اللي مشتركت في هذه المبادرة وإحنا مستمرين فيها وإحنا نتوسع فيها بإذن الله تعالى معاقب الجسور اللي تم إطلاقه النهاردة هتبقى من وسائل الترويج للمنطقات المصرية وخاصة في الأسواء الأفريقية خلونا نتفق إن احنا علشان ندخل هذه الأسواء ويبقى رصد للفرص الموجودة هناك فإحنا محتاجين وسائل كثيرة للتواصل أكيد من خلال الكتالوج الإلكتروني اللي تم إطلاقه النهاردة هيكون متاح في عرض كل المنتجات المصرية ممكن أكلم منتجات المصرية بشكل مطلق ولكن أختص برضو المنتجات المشروعات الصغيرة ومتنهات الصغر لأنه بيكونش عندهم الإمكانية إن هما يصلوا إلى هذه الأسواء طبعا من خلال الكتالوج الإلكتروني ده حيكون له تأسير كثير بالإضافة لحاجة تانية إن الكتالوج ده حييسر التعاون ما بين سندق دعم الصدرات ما بين التمثيل التجاري ما بين المجالس التصدرية على أساس أن نحن نصل فعلا الغرض الأساسي فتحة أسواء وخاصة أسواء في أفريقيا تعظيم صدراتنا وهو ده الهدف الأساسي لإطلاق هذا الكتالوج ترجمة نانسي قنقر